نهار سعيد لأحلى مشاهدين بالدنيا مشاهدينا مثل ما عودناكم أنه لقاءاتنا دايما تكون مميزة ورائعة اليوم لقاءنا أيضا هو مميز مع الفناني اللبنانية الراقية السيدة نانسي عجرم نقول لأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ست نانسي نورتينا أول زيارة لإلك لتركيا مش أول زيارة لتركيا أول زيارة لإسطنبول لحفلة نعم بس مش من زمين كان عندي مهرجين كبير بإنطاقيا يعني أول مرة بتعطي كونسير في إسطنبول طيب وكيف لقي الجمهور التركي لنانسي عجرم يعني عبر الإنترنت بعرف أنه عندي كتير معجبين وعرفت من قبل ما إيجي على الحفلة أنه حفلتي نعم فهذا شيء أكيد دليل أنه في كتير ناس هوني بيحبوني وبحبوا أغنياتي وكتير بيوصلي كتير يعني بعملي كتير تشاتينج على الفيسبوك وعلى الإنترنت وعلى التويتر مع أشخاص من تركيا ناس من تركيا وبيقولوا لي هذي بيحبوني ست نانسي شو رأيك بالتقارب بين الفن التركي والعربي وخصوصا بالأنغام والألحان؟ في تقارب كتير أكيد من زمان ولأنه الموسيقى الشرقية خاصة بين لبنان وتركيا بالذات قريبة كتير نفس الروح نفس الأحساس هيدا الشرقية حتى أنا عندي كتير أغنيات من السدي يعني من سدياتي عندي كتير أغنيات موزعة بتركيا يعني بيجي الموزع على تركيا بالستوديو بيسجل مع الموسيقيين كسكان في إسطنبول عرب لكن سكان تركيا أكيد منحب نشوف كل مطربيننا العرب أنه نيجوا على تركيا ويقدموا حفلاتهم الغنائيا لأنه شي بيسعدنا أو شي بيشرفنا لأنه نحنا كمان العرب عنا فن وعنا هاي ونحب كل العالم أكيد وأصلا نحنا كلبنانية نحب كتير الفن التركي ومن زمان يعني نسمع أغنيات ونعطور أنا شخصيا كمان الألحانة تركية كتير بتمثني وهلأ بس جيت آخر سنتين كتير عم نتقرب من بعضنا عم حس إنه خي تقارب صار بين بعضنا وعم حس إنه كتير عرب عم يحقوا صاروا بتركيا وإسطنبول أكتر من أي وقت تاني قبل وخاصة هلأ بهالمهرجين التسوق الشوپنج فاستيفل كمان عم شوف كتير عرب وعم بيحبوا يجوا يعني أنا شخصيا حتى لو ما عندي حفلة غنائية أو ما عندي شغل عم حب إجي مثل يعني كسيحة على هالبلد إنه دائما نحنا من قملك أهلا وسهلا فيك بتشارفين ممكن تخبرين على آخر ألبوم عملتي هل في يعني ألبوم زهر جديد ولا لسه في مشهور أنا من بعد آخر ألبوم هلأ خلص ألبوم الأطفال رح ينزل بعد شهر ونص إذا أراد مع كليب مع كليب إن شاء الله وبدأت حضر للألبوم نمبر ايت يعني هو كان آخر واحد نمبر سيفن هلأ محضر للألبوم بلشت ساجل أغاني بستوديو نحنا منتمنى لك التوفيق إن شاء الله متل ما عوتينا هيك على طول بطلاتك الحلوة وأغانيك الرائعة إن شاء الله عطول منشوفك ستنانتي عجرام بأحلى المراكج وأحلى الأغاني نحنا من برنامج تي فانوراما في تي أرتيق التركية منقول لك شرفت سينا أهلا وسهلا كيكي وبعد شوية كماني حنروح معيك على الكونسار ونحضر الكونسار ونشاركك هونيك إن شاء الله برجع بولك أهلا وسهلا إن شاء الله كيسلامي أهلا مشاهدينا نحنا كتير كنا مبسوطين بمقابلتنا وأكيد أنتم بسطتوا بوجود ستنانسي عجرام وهلأ منقول لكم إلى اللقاء وأنا أشب الشر من باركة نمش وعريش هالك أمش نتلس 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 حركة نتلس 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 ترجمة نانسي قنقر